مرحبا بكم في الوضعية 34 أنت معلم في مدرسة ثانوية ولديك 30 طالب في الفصل تحتوي حجرة الدراسة على 10 أجهزات حاسوب محمود وتقوم بالتخطيط لمشروع للطلاب ستقوم بتزويد الطلاب بالمعلومات في ثلاث سياغ مختلفة سجلات صوتية وسور فوتوغرافية ومستندات مطبوعة يجب على الطلاب جمع المعلومات لعمل رسومات ومخططات في تقرير تفصيلي ما أفضل طريقة لتنظيم المشروع الاحتمال الأول تقسيم المشروع إلى سيسة من المهام المنفصلة تخصيص كل مهمة لكل طالب تكليف جميع الطلاب بإعداد تقاريرهم التفصيلية الخطة الثانية إنشاء جدول تناوب على استخدام أجهزة الحاسوب بحجرة الدراسة تكليف كل طالب باستخدام دوره في استخدام الحاسوب لعمل التقرير التفصيلي الخاص به خطة سي تقسيم الفصل إلى عشر مجموعات باعتبار أن لدينا تلاتون طالب وعشر حواسيب تكليف الطلاب بالعمل بشكل متناوي متعاون لتجميع التقرير التفصيلي والخطة الدي توفير جميع المعلومات لجميع الطلاب وتكليف كل الطالب بشرح كيفية تحقيق الأهداف من المشروع المساعدة لا يجب تقسيم المشروع إلى مهام منفصلة إذن بناء على هذا المعطى سوف نقص بطريقة تلقائية الاحتمال أو الطريقة الأولى تقسيم المشروع إلى سي سي من المهام منفصلة لا ينصح تقسيم المشروع إلى مهام منفصلة يبقى لدينا بي سي والدي إذن لنناقش بي إنشاء جدول تناوب على استخدام أجهزة الحاسوب بحجرة التراسة تكليف كل طالب باستخدام دوره في استخدام أو في العمل على الحاسوب لعمل التقرير التفصيلي الخاص به هنا لا يوجد تشجيع للتعاون بين الطلاب حيث أن كل طالب سيعملوا منفردا في المشروع وهذا شيء لا ينصح به لأن المشروع يجب أن يشجيع التعاون بين الطلاب وبالتالي سوف نقصي الاحتمال بي لنناقش دي سوفير جميع المعلومات لجميع الطلاب تكليف كل طالب بشرح كيفية تحقيق الأهداف من المشروع النفس الشيء ففي هذا الاحتمال ليس هناك عمل تعاوني بين الطلاب في حين بالنسبة للسي تقسيم الفصل إلى عشر مجموعات وتكليف الطلاب بالعمل بشكل متعاون لتجميع التقرير التفصيلي فهذا هو الاحتمال الأقرب إلى الصواب نمر إلى الإجابة كما قلنا فأحسن طريقة لتنظيم هذا المشروع هو تقسيم الفصل إلى عشر مجموعات وتكليف الطلاب بالعمل بشكل متعاون لتجميع التقرير التفصيلي المطلوب منهم شكراً شكراً